بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعي أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته يقول مولانا جل وعلا ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون تأملوا معي هاتين الآيتين الكريمتين المباركتين يقول مولانا جل وعلا خلقكم من تراب حفنة من تراب قال الله لها كوني آدم فكانت آدم ثم جعل منه حواء ثم أمر الخلق أن يتكاثروا وأن يتناسلوا فكان الجنس البشري جعل الله الزواج للخلق لتحصل المودة والرحمة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لكنه يجب على الزوج أن يحسن اختيار الزوجة ويجب على الزوجة أن تحسن اختيار الزوج يعلمنا صلى الله عليه وسلم عند اختيار الزوجة أن نختار المرأة الصالحة الدينة التقية النقية قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها ثم اختار لنا صلى الله عليه وسلم فقال فاظفر بذات الدين تربت يدك من أخذ امرأة لمالها فإن المال لا يدوم ومن أخذ امرأة لجمالها فإن الجمال لا يدوم ومن أخذ امرأة لحسبها ونسبها فإن الحسب والنسب لا يدوم ومن أخذ امرأة لدينها وابتغى الأجر والثواب من الله حصل الدين والمال والجمال والحسب والنسب ورضي الله عن شيخنا الإمام الخطيب إذ يقول يا طالب الحليلة عليك بالأصيلة من أمها مهذبة في قومها محببة تقول آت النار ولست آت العار لها أب يحكي الأسد مؤديا حق الصمد نختار الزوجة الصالحة التي ستكون أما لأولادنا لأن من حق الأبناء على الآباء أن يختاروا لهم أمهات صالحات كذلك الزوجة لابد أن تختار زوجا تقيا نقيا لابد أن تحسن اختيار الزوج ولابد لولي الزوجة أن يسأل ويبحث ويفحص هذا المتقدم لخطبة ابنته قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وأضرب لكم مثالا على ذلك سيدنا عمر الفاروق لما مات زوج ابنته السيدة حفصة عرضها على سيدنا أبي بكر فلم يبد له شيئا ثم عرضها على سيدنا عثمان بعد موت زوجته السيدة رقية ابنة النبي فلم يبد له شيئا فذهب الفاروق عمر إلى سيدنا رسول الله يشكو له من صاحبيه من أبي بكر ومن عثمان فإذ بالحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عمر أما حفصة فيتزوجها من هو خير من عثمان وأما عثمان فيتزوج من هي خير من حفصة فتزوج عثمان بسيدتنا أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج سيدنا رسول الله من سيدتنا حفصة وصارت أما من أمهات المؤمنين أقول للزوج أحسن الاختيار وأقول للزوجة أحسني الاختيار أسأل الله جل وعلا أن يبارك لكل زوج وكل زوجة وأن يجمع بينهما في خير وأن يجعل منهما الذرية الصالحة وأن يديم الأمن والاطمئنان على بيوتنا آمين آمين يا رب العالمين وصل اللهم على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين